السلام عليكم و مرحبا بكم أعزائي المشاهدين و عزيزات المشاهدات في الفيديو الجديد كانت بنا من خلاله و أنه يلقاكم بأحسن صحة و عفية و تكونوا إن شاء الله كاملين بخير و على خير فدائما كيف يلفنا و كيف العادة كانوا بدأوا الفيديو هاته ينا بصالح على سير محمد اللهم صلي وسلم و زيد و بارك على سير محمدين و على آله و صحبه أجمعين فأول حاجة كما نقول لكم مبرك عليكم العيد و على الأمة الإسلامية جمعاء و كانت منها إن شاء الله تكونوا دوسوا بأحسن طرف و تكونوا إن شاء الله كاملين بخير و على خير فسؤال آخر كيف خرجت الدفار تكون فلهم إن شاء الله غدي نحاول شارك معكم واحد العروض فبنسبة لهذا العروض هذي غدي تكون نهار الجمعة عروض وطنية فاش نقولوا عروض وطنية هي العروض اللي كتكون بجميع محلة بيم مغرب أي محل ديال بيم قريب ليكم كتكون في هذا العروض بالنسبة لتاريخ دياله فجأت نهار سبعة شهر سبعة يعني سبعة يوليوز و وجاءت الجمعة الجاية كيف قلنا الأسبوع القادم إن شاء الله فما نطورش عليكم بثاف ماشي نشوفوا العروض أشنو كين فيها فأول حاجة غدي نتكلموا عليها و غدي نبدو به هاد الكاتالوج هادا اللي هو هاد الباكت كويزين فهاد الباكت كويزين شي تكون طرفها ببيث و غدي نشوفوا كل حاجة أشنو فيها و أشك و لاشكت لاق فأول حاجة كن معنا واحد فور إلكتري كونكاسترابل أول فور كهربائي فبنسبة لهذا الفران هادا بويسانس دياله الفين و تلتمية واط فبويسانس دياله عالية و كين السهلاك في الضوء لكن كي طيب دغية الوقت المتالين غدي يكون عندكم السهلاك ديال الضوء و مني غتطولوا فيه طيب فتما فيك يقول السهلاك كبير منسبة الحويجات اللي تيجي معها فتجي معها لاقري دياله و الشبكة دياله و تيجي معها أيضا حتى و حجوش ديال اللاتات اللي هم مشكل ديالهم مستاطين فما فيش الدائرة هذا في غير شكل اللي هو مستاطين منسبة البروغرام فيه ثلاثة ديالي بروغرام ديال الطيب و منسبة لهذا الفران هادا فكلناس اللي كانوا جربوه فكننعجبهم ففيه الفرفارة و فيه أيضا حتى البولة منسبة الهناية للحاجة التانية فكتجي معاها أيضا حتى واحد بلاكد كويسون ديال القاس تهي أونكاسترابل منسبة لهذا فيها ربعة ديال الريوصة كلهم ديال القاس فهادي مني كيجيبوها بوحدة فغالبا ما تيكونوا ثلاثة ديال القاس و الرابعة كيجيكون ديال دول لكنني كتجي معا البلاكد كويسين كيكونوا بربعة بهم ديال القاس بالنسبة لهذا الطابل الكويسون هاديرها ديال الانوكس و بالنسبة للبريكي ديالها غالبا ما تشكون بالضغط فمشي نشوفه أيضا كينا معا حتى بالنسبة الجوز تالج أولى الأختيك التالج اللي كان في هذا الباك هادا اللي هو هادلا هوت اسبيغانت هو الأسحابة ديال هوا ديال مطبخ شكل ديال هادير البيراميد ديال الهارم ديمانسون ديالها ستين سنتيماتر منسبة لهذا الهارم هذا و فيما يخص الهواء أو التخان بالنسبة لها تيارة الانوكس فهذه المجموعة تجيبوا 8200 درهم وهي 44 فريال من قبل كانوا يجيبوهم 1900 درهم على مأدون وهي 38 فريال وبعد هذا المجموعة تجيبوا بأكمل أثمان فقالوا في 2000 درهم وقالوا بـ2220 درهم وه هذه 44 فريال الخام بارد الفران تقريبون 1000 درهم، 1500 لتحمل 9000 درهم فالذان من قبل ما يفوق الميقلات فريتوز على شكل تنجرة كتجي معها الشبكة ديالها منسبة الشبكة ديالة عندها اللي الدين ديالة اللي كيساعدوا أنه مثلا فاش كتكونوا كتقلي وفا كتكون غارقة اللي بغي تشوت مثلا تقطرو هذيك الزيت اللي فيها ف كتطلعوا غير شبكة شوية اللي الدين ديالة را كيشدوها مجنب فهذي فكرة رزوينة وبنسبة لتامع ديالة جاش ب120 درهم 120 درهم يعني 2400 ريال وكيف قلنا را كيجي مع لغطاء ديالة فهذي تقدروا تخدموها كيف قلنا بحال هذي الشكل او لطنجرة ايضا تقدروا تخدم لكم حتى لشكل طنجرة بنسبة الهنا فكينا معنا واحد حماصة ديال الخبز او لقرية بقامة بنسبة لها دي براها ديالالامينيو ولغوفيت موضي لها ديالالقرانيش بحالة مقالي لكيجيب غير هذي كيف قلنا بحالة ديالبانين غير هذي يدوية كاتتخدم مثلا غير بالليد تعادي وكتدروا غير فوق البوطة فهذي كيخدمو بيها صحاب الناس اللي كيبيعوا صندويشات مثلا في الزنقة فرا كيخدمو بيها را كالجيزوين فيها 2300-17 صندويش متر كتقدر تشد لكم جوش ديالي صندويش صغار فتامان ديالجاش بمية الدرهم واحد مره را كانوا دروفات خفيضاش في عروض جيهوي كنت جابوا غير بخمسين درهم نقصو فيها خمسين في المياه من بعد هنا يكن معانا ميكسور بلندر ولا خلاط كهربائي الكاس ديالو ديال الزج ديال ايطرونس ديال العسر وبنسبة لكي يجي معا ايضا حتى الكاس ديال العطرية بشكتحنوا العطرية وهدو لامارك ديال دوتشمال اللي هي ماركة معروفة بنسبة لي فيتاس فهي خمسة ديالي فيتاس ثمان ديالجاش بشي ميشين وعشرين ترهم اللي هي 4400 ريه بنسبة هنا كينا معانا واحد ميصفاش فهدي راها معروفة كي تدروا فيها مثلا النعناع والربيع او الحوي جاج بشكل اللي يكون فيهم الماء فكالدورة تخدم بشكل شكل الشاف للغاسل اللي كانت حال هذي ماشي بحل الاطماتيك على ايين فهدي جاج بخمسة وثلاثين درهم كاته الزجر بها ايطرونس وفي هلوين ناش مختلفين وهذه راكين ناس مثلا اللي يحطوه في هالدنجا المقلية او الفريش المقلية وكيدوره كتحيد لهم الزج وكتعطيهم الدنجال او الفريش كتعطيهم لهم مسقطرين من الزج فقشكم فكرة اللي هي زوينة هنا كي معانا واحد مومتين ديال البيت هدا كيهز لكم 12 بيضة وبنسبة لتامان ديال هدا كيجيب 8 دره فبنسبة للناس اللي ما عندهم مش ليصباس بشي ياخدوا داك المومتين ديال البيت اللي كيهز بلاتو كامل فهدا كيبقى كيبقى عمله كيبقى صغير 12 بيضة كيبقى يعني جاي النص بلاتو هناكي معانا ايضا حتى واحد منفرامة ديال الفرماج غابة في خماش هادي فكت تكون تلاشة ديالي بيس ففيها المفرامة وفيها ايضا حتى واحد جوج ديال المواس اللي كيعطيوكم الفرماج محقوق رقيق او لغلايد شوية بالنسبة لهذه فجاجب بثمان ديال 40 درهم 40 درهم يعني ايش من ميدرية هادي كنو جابوهاش حال هادي فهادي كنش من الناس اللي كنو جربوها قبل اعطونا الرأي ديالهم فيها باش هكا نس خرين يستفدو من من تجربة ديالهم هناكي معانا ايضا حتى واحد الوعاء ديال الحاليب ديال ايترو ايترونس فهدا جاب 100 درهم تهول غوفيتمون ديال وديال كرانيش وكين معانا ايضا حتى واحد خاص بالاطفال فهدا كيجيب 30 درهم هذا كيخلي الوليدات مثلا فاش كيدخلوا مثلا المراحل كيف كانوا يعرفوه من سبل طوالة الرومية فكتكون مثلا ديال الحفرات ديالها كبيرة على الوليدات الصغر فهدا كيعاونهم واحتى هما كيزعموا انهم كيمشوا المراحل وما كيكونوش خايفين من بعد هنا كين معانا ايضا حتى واحد تلاتة ديال العلب تلاتة ديال الليبواط ديال تلاتة دياليبواط تلاتة ديال ребен ثلون نقطة دلائبواط تلاتة ديال وهذا الshirt وهو كبير من اللي شفنا دابا و هما عندهم نفس التامان فاللوانين 3 ديال الاترو و هادو ديال الاترو ونص جوش كيجو تاهمو 17 درهم اللي هي 340 من بعد ايضا كيلم معنا احتى واحد البواط هادلها البواط هادي ديال ايطرو ربع تقريبا والجامل فيها هو ان فيها التحت فيها واحد صفاية يعني يعنى بحال شكل ديال صفاية كتخضروا تحطوا فيها متلا ديسير مقصول ولا شي حاجة كتخليوا بحاك كتصفا فبالنسبال هاد البواط هادي كتجيب واحد ثمان ديال 12 درهم اللي هي 240 فكان هدوما جميع العروض اللي غديك تششفوا ان شاء الله عن محلة ديال بامتداء من اسمين الجيل وسبوع القادم الهارة الجمعة سبعة اشهر سبعة فاتنش منها هاد يشرحوا هاد الفيديو كنا اعجبكم و متفوتنش فرصة ايضا باش نشكر بزاف ديالناس اللي كيشاركونا التجارب ديالهم والناس اللي كي يدخل شي حد كيسأل على شي حاجة فكي يجاوبوا فشكرا لكم كابلين و متفوتنش فرصة ايضا باش رحبكم بالناس اللي جودوا اليوم وكشفوا القناة دياله متسروا اشتركوا معنا وتفعلوا جرس باش هكه دائما نصلكم جديد ديال القناة فمرة اخرى كان قول لكم عيد مبارك سعيد وكانت بنلقاكم في الفيديو الجاي وتكونوا ان شاء الله باحسن صحيح وعافيه الى ذلكم الحين جمغي يقول لكم دائما متبارك الله عليكم